طمأنط مجتمع الأعمال المصري والمستثمرين المحليين والأجانب كان أيضا ضمن محاور خطة الدولة للتعامل مع تداعيات الأزمة الأوكرانية حيث قال مدبولي أن الدولة والحكومة بكل قطاعاتها ملتازمة بالحفاظ على ما تحقق من مكتسبات للإصلاح الاقتصادي وأكد مدبولي أن مصر قادرة على اكتياز هذه الأزمة غير المسبوقة التي يواجهها العالم أجمع وذلك امتدادا لقدرتها في التعامل مع الأزمات السابقة كأزمة فيروس كورونا أود أننا أطمئن المصريين ومجتمع الأعمال المصري والمستثمرين المحليين والأجانب أن الحكومة والدولة كلها بكل قطاعاتها ملتازمة بالحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي والاستمرار في الاندباط المالي والنقدي للدولة المصرية وحنتخذ كل السياسات والقرارات التي من شأنها أنها تضمن تحقيق ذلك والحياة في ختم كلمتي أننا حابم أن أأكد لكل المصريين أننا إن شاء الله مصر ستكون قادرة على اكتياز هذه الأزمة الغير مسبوقة التي العالم كله يواجهها النهاردة وزي ما وفقنا ربنا سبحانه وتعالى من قبل في التعامل مع الأزمات السابقة ومنها طبعا كانت جائحة كورونا نحن النهاردة الحقيقة بمتابعة يومية من القيادة السياسية للحكومة والكل المؤسسات بنتخذ كل الخطوات اللي منشأناها إن شاء الله أننا نعرف إزاي ندير هذه الأزمة ونتعامل معها زي ما بقول لحضراتكم وحطين كل السيناريوهات المختلفة لهذه الأزمة للتعامل معها ترجمة نانسي قنقر